إلى أخبار الاقتصاد معك كنا نستفضل كناس شكراً للمساء النور أهلاً بكم مشاهدينا إلى مجموعة من أخبار الاقتصاد هذا المساء وبدايتها بالعنوان المؤسسة العامة السورية للتأمين مليار ليرا حجم الأقصاد التأمينية خلال النصف الأول من العام الحالي وسط انقسامات بين الدول الأعضاء انطلاق أعمال قمة العشرين في العاصمة الهندية نيو ديلي أهلاً بكم إلى التفاصيل شهد إجمالي الأقصاد التي حققتها شركات التأمين في كافة الفروع التأمينية خلال النصف الأول من العام الحالي نموان جيداً وصل إلى 67% إذ بلغ ما يقارب 112 مليار ليرا سورية وذلك مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2022 حيث كان 67 مليار ليرة سورية هذا وقد شكلت الحصة السوقية للمؤسسة العامة السورية للتأمين حوالي 54% من إجمالي الأقصاد بقيمة 60 مليار ليرة سورية بينما بلغت حصة القطاع الخاص حوالي 52 مليار ليرة سورية بينما التعويضات المسددة بلغت حوالي 69.3 مليار ليرة بنسبة نمو قدرها 72% عن الفترة المقابلة من العام الفائت مشكلة ما نسبته 63% من إجمالي الأقصاد المكتتبة سار وفد فنيون من منظمة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الأسكوى المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة أكساد بهدف تطوير علاقة التعاون وتوحيد الجهود نحو تطوير القطاع الزراعي وإدارة الموارد المائية وفق أسس علمية وفنية متطورة وناقش الطرفان العمل المشترك لتحقيق أهداف الأمم المتحدة لتحقيق تنمية المستدامة 2020-2030 ومنها الهدفان الأول والثاني المتعلقان بالقضاء على الفقر والجوع والهدف السادس بشأن تأمين المياه النظيفة والهدف الثالث عشر والمتعلق بالعمل المناخي وشدد الطرفان على أهمية تفعيل الهدف السابع عشر المتعلق بعقد الشراكة وتوحيد الجهود لتحقيق الأهداف في المنطقة العربية قرر مجلس إدارة غرفة صناعة حلب إقامة دورة الجديدة لمعرض خان الحرير التخصصي التصديري للألبسة والجلديات بداية العام المقبل وذلك بعد نجاح الدورة السابقة للمعرض والتي أقيمت على أرض المدينة الرياضية بالحمدانية في حلب الشهر الماضي بمشاركة نحو 500 رجل أعمال عربي وطالب المجتمعون الجهات المعنية باتخاذ خطوات فاعلة على الأرض لدعم مسعى الغرفة في الاستمرار بإقامة المعارض سواء من حيث تفعيل مطار حلب الدولي أو إقامة أرضا دائما للمعارض بما يستم في دعم الصناعة والاقتصاد الوطني كما بحثوا الخطوات العملية لإقامة معرضا للبيع المباشر خلال الفترة القريبة القادمة وكذلك التأكيد على إقامة الدورة الجديدة لمعرض خان الحرير بداية العام المقبل انطلقت عمل قمة العشرين في العاصمة الهندية نيودلهي فيما تسود الانقسامات بين الدول الأعضاء حول قضية أوكرانيا وسط تساؤلات بشأن غياب الرئيس الصيني شي جين بينغ عن القمة هذا وأصبح الاتحاد الأفريقي عضوا رسميا في المجموعة وحسب مسؤولين مطلعين ستشهد القمة توقيع عددا من الاتفاقيات المهمة في ظل استعدادات العاصمة الهندية نيودلهي منذ أيام لاستضافة قمة مجموعة العشرين والتي تعتبر نفسها أنه أصبح لديها القوة لتشكيل النظام العالمي الجديد حسب ما قاله رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي تسعى جاهدة لامتصاص صدمة غياب الرئيس الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين وبحسب رويترز فإن الغياب يهز القمة وهو أوضح تعبير عن حجم التوتر القوي الذي يحكم العلاقة بين البلدين ورغم تأكيدات وزير الخارجي الهندي أن غيابهما أمر عادي ولا علاقة له ببلاده فإن زفرات غاضبة من مسؤولين هنود وغربيين كشفت حجم الانزعاج في دوائر صنع القرار الغربية هذا ويمثل رئيس الوزراء الصيني ليت شينغ الرئيس الصيني كما يمثل وزير الخارجي الروسي سيرجي لافروف الرئيس الروسي أما عشية القمة فقد أعلنت واشنطن عن انتهاء آخر خلاف تجاري مع نيو ديلهي ومع بدء اجتماع المجموعة أكد رئيس الوزراء الهندي نارين درامودي أن العالم يعاني أزمة ثقة هائلة وأن الحرب عمقت قلة الثقة هذه كذلك أصبح الاتحاد الأفريقي رسميا عضوا في المجموعة القرن الواحد والعشرون هو الوقت المناسب لإظهار اتجاه جديد للعالم إذ أن التحديات العالمية القديمة تتطلب حلولا جديدة وهو ما يحتم علينا اتباع نهج يركز على الإنسان لحل هذه التحديات بموافقة الجميع أطلب من رئيس الاتحاد الأفريقي أن يأخذ بكانه عضوا دائما في مجموعة العشرين وقد انتقل رئيس الاتحاد الأفريقي بعد الإعلان للجلوس إلى جانب قادة دول المجموعة وبحسب مسودة الاجتماع سيحصل الاتحاد الأفريقي الذي يضم 55 دولة عضوا على نفس وضع الاتحاد الأوروبي وفيما يسود انقسام بين قادة المجموعة بشأن الحرب الروسية الأوكرانية ويواجهون معضلة بشأن الاتفاق على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أعلن مسؤول أمريكي أن القمة ستشهد توقيع اتفاق بشأن التنفيذ المحتمل لمشروع كبير للنقل عن طريق البحر والسكاك الحديدية بهدف ربط الهند بأوروبا عبر الشرق الأوسط ومن المتوقع أن تكون مناقشة هذا المشروع إحدى النتائج الملموسة للقمة التي يستمر انعقادها إلى العاشر من أيلول سبتمبر الجاري أعلن مدير إدارة آسيا في وزارة الخارجية الروسية جيورجي زينوفيوف أنه تم إلغاء التعامل بالدولار في العلاقات الاقتصادية بين روسيا والصين بشكل كامل تقريبا ونقلت وكالة نفاستي عن زينوفيوف قوله تنمو حصة العملات الوطنية في التسويات الروسية الصينية بوتيرة سريعة جدا ومع حلول عام 2022 كانت تبلغ حوالي 25% أما الآن فتجاوزت 80% بالفعل مشيرا إلى أن التداول بوسطة الروبل واليوان في بورصة موسكو تجاوز منذ فترة طويلة حجم التداول بالدولار الأمريكي وأضاف أن الأطراف الاقتصادية الروسية والصينية ابتعدت بشكل كبير عن عملات الدول الغربية وأخذت تعطي الأفضلية للروبل واليوان باعتبارهما وسيلة دفع أكثر موثوقية والأهم من ذلك أنها آمنة بهذا تنتهي أخبار الاقتصاد هذا المساء شكرا للمتابعة وعودا للزميل نزار وما تبقى من النشرة شكرا للمتابعة اشتركوا في القناة